السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في قناة الهندسة المناطق السياحية نحن هلأ في شارع باب المقام نحن نقود على باب المقام حتى نصور هذه التحفة الأسارية هذا الباب نحن نرى كان عليزا خارف ترجع للعهد المملوكي هنا سيتنا الأول باب ترجع 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 عهد المملوكي كان عليزا خارف قبل وهو كان عبارة عن ثلاث بواب باب الكبير من الصيني اللي صورتوا كان يدخلوا منه القوافل من فرسان يعني التجار وكان المشاة يدخلوا من البواب الجانبية مثل ما أعرف هؤلاء 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 سننزل عن السوات في المبارضة إلى مبارضة فلاشة في الأيد نحن نحن على مبارضة متجهين على الأرض قوة الباب تسمى باب المقام لأنه نسبة لمقام سيدنا إبراهيم خليد عليه السلام نعاد بناء هذا الباب كذا مرة تجدد أيام نور الدين الزنكي ونعاد بناءه أيام حاكم حلب الظاهر غازي وخلصوا بناءه أيام ابنه العزيز بن ظاهر غازي كلام أكثر من ألف سنة طبعا إن شاء الله رح نصور فيديو مفصل في هاي المنطقة نحكي عن أضرحت الأولياء السابعين الموجودة ها أختصبت شوي من الشارع لما نوصل إلى الألعاب رأيت جامع سوف أخبركم عنه خارجيا إن شاء الله بالمستقبل سوف ندخله ونشرح لكم عنه هذا مثل ما ترونه هذه المأزنة سأقرب عليه كمان سوف أخبركم أكثر هذا جامع الطواشي جامع من هنا العهد المملوكي مثل ما ترونه مأزنة ومملوكية هذا مع مكداد شارع باب المقام الزخارف على الزخارف هناك البواب مثل ما ترونه مأزنة هناك البواب على الزخارف هناك البواب مثل ما ترونه مفوق بس أكتمل ودفكة هذه البواب من الجامع لا ترونه مغاولة ومعها من جميلة هناك البواب المقامل هناك بساطئلة وهي المأزنة وهي هوني باب الجامع وهي هيك الزخايف اللي من فوق بقيت شو من دوره وبعد نتير باب الخشب جامع طولة هاخد المولوكي كتير جامع قطيم إذا قدرنا بالمستقبل نعمل فيديو عنو إن شاء الله ما راح نقصر بس نتمنى دعمكم للقناة بشان نستمر نعمل فيديوهات أكتر وأكتر هوني وصلنا على قلعة حلب كتل ما يكون شايفين البواب كل ماتية للألعاب هكذا لازم يكون خلاص الفيديو اليوم بتويني تدعمونا باللايك واشتراك بالخانة بتفعيز الرجلس وتشاركو مرفعاتكم إذا عجبكم شكرا 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 شكرا